بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إن أداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طبا فقل هل لك إلى أن تزكاه وأهديك إلى ربك فتخشاه فأرىهم آية الكبرى فكذب وعصاه ثم أدبر يسعاه فحشر فنادى فقال أنا ربك الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مطام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر